بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرة في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنائي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم في درس اليوم من مادة لغتي للصف الثالث تاهيلي فكري بإذن الله اليوم سنتعلم مهارات جديدة ونحاول أن نحقق مزيدا من الأهداف في المادة لكن تذكروا ابنائي ما تعلمناه في الدروس السابقة من تعليمات هامة قبل البدء بالدرس يجب أن نحضر الكتاب كتاب مادة لغتي أن نكون في مكان هادئ وبيضاوته ومناسبة كذلك أن يكون بصحبتنا أحد أفراد الأسرة لمساعدتنا في عملية التعلم درسنا اليوم هو عن الأضداد الآن سنعرض بعض الصور عليكم ونريد أن نعرف ما هي هذه الصور أولا الصورة التي أمامكم صورة ماذا وجه ماذا هذا الوجه هل هو السعيد أم حزين وجه سعيد وجه سعيد طيب الصورة الأخرى وجه ماذا وجه حزين سعيد حزين سعيد حزين سعيد حزين لاحظوا لاحظوا الفرق بين الصورتين سعيد حزين طيب سننتقل الآن إلى الصورة أخرى ما هو الفرق بين الصورتين طويل قصير طويل قصير لاحظوا الفرق طويل قصير أبي طويل القامة وأنا قصير القامة أبي طويل القامة وأنا قصير القامة لاحظوا الفرق بين الصورتين صورة طويل الأب طويل والابن قصير طيب ما هو الفرق بين الصورتين صورة العسد وصورة القط الأسد كيف هو حجمه حسنتم كبير كبير طيب القط صغير حسنتم صغير إذن كبير صغير كبير صغير هذا الأسد كبير وهذا القط صغير إذن الأسد كبير والقط ماذا القط صغير طيب أيضا الموز قليل وهذا الموز في اليسار كثير إذن قليل كثير قليل كثير لاحظوا هذا الموز قليل وهذا الموز كثير هذا الموز قليل وهذا الموز ماذا كثير طيب درسنا اليوم هو عن الأضداد هو عن الأضداد الكلمات والأمثل التي أخذناها قبل قليل هي كلها الكلمة وضدها الكلمة وضدها طويل ضده قصير كبير ضده صغير قليل ضده كثير سعيد ضده حزين هذه هي الأضداد هذا هو درس اليوم طيب ماذا نقصد بالأضداد؟ ما هي الأضداد؟ الأضداد هي الكلمات التي تدل على معنيين متضادين أي أن كل معنى مختلف عن المعنى الآخر متضادين متعاكسين هذا معنى الأضداد هي الكلمات الدالة على معنيين متضادين مثال ليل نهار ليل نهار ليل لها معنى مختلف ونهار لها معنى مختلف آخر في الليل يكون الجو ظلام ويخرج القمر في النهار تكون الدنيا نور وتخرج الشمس إذن لاحظوا هناك فرق وتضاد بين هاتين الكلمتين إذن ليل ما هو ضدها؟ ضدها نهار نهار ما هو ضده؟ ضده ليل إذن هذه هي الأضداد الأضداد هي الكلمات التي تدل على معنيين متضادين الآن أمامنا تدريب أمامكم على الصبورة سنقوم بحله سويا سنتعرف على الكلمة وضدها ثم نحاول أن نسمي كل صورة بالاسم المناسب لها أريد منكم أن تركزوا معي حتى نتمكن من حل هذه الكلمات معي الصورة الأولى صورة وجه سعيد الصورة الثانية صورة ليل الصورة الثالثة صورة قلم نحيف والصورة الرابعة صورة عصير أو مشروب بارد مشروب بارد طيب في العمود الثاني صورة قلم لكن هذا القلم قصير الصورة التي تليها صورة وجه لكن هذا الوجه حزين الصورة التي تليها صورة قهوة ساخنة الصورة الأخيرة صورة شمس الآن نريد أن نصل كل كلمة بالضد المناسب لها في الصورة الأولى صورة سعيد الوجه السعيد ما هو ضده المناسب في العمود الثاني؟ أحسنتم حزين إذن سعيد ضده ماذا؟ حزين سعيد ضده حزين سعيد ضده حزين سعيد ضده ماذا؟ حزين سعيد ما هو ضده؟ حزين هذه الصورة سعيد وهذه الصورة ضدها ماذا؟ حزين طيب صورة الثانية صورة الليل كلمة ليل ما هو ضد الليل؟ لاحظ الصورة على اليسار ما هي الصورة المناسبة؟ ما هي الصورة المناسبة؟ ليل نهار حسنتم ليل ضده ماذا ضده نهار إذن ليل ما هو ضده ضده نهار ليل ضده نهار طيب الصورة رقم ثلاثة صورة القلم الطويل طويل ما ضده قصير طويل ضده ماذا قصير إذن هذا القلم طويل وهذا القلم ماذا قصير إذن طويل وقصير طويل قصير طيب آخر صورة بارد ما ضده البارد حار حسنتم بارد ساخن بارد ساخن هذا العصير بارد وهذه القهوة ساخنة إذن بارد ضده ساخن أو حار بارد ضده حار أو ساخن إذن سعيد ضده ماذا حزين سعيد ضده حزين ليل ضده ماذا نهار ليل ضده نهار طويل ضده قصير طويل ضده قصير بارد ضده حار بارد ضده حار إذن هكذا نتعرف على الكلمة وضدها هكذا نتعرف على الكلمة وضدها حاولوا في الكتاب أن تفتحوا على التدريبات ثم تجدوا الصور وتحاولوا أن تكتشفوا الضد الصحيح لها كما تعلمنا في هذا التدريب طيب ننتقل الآن للتدريب الثاني يريد منا أن نضع إشارة صح تحت الصورة التي تدل على الضد الصحيح أولا الصورة الأولى شعره غامق شعره لونه ماذا لون الشعر غامق لون الشعر غامق لاحظوا شعره في الصورة الأولى لونه غامق طيب الصورة الثانية ما هي صورة شخص ماذا نائم صورة نائم الآن نريد أن نعرف الضد الصحيح لهاتين الصورتين لاحظوا شعره غامق نائم طيب الآن الشعر الغامق ضده ماذا ضده شعر فاتح أو ضده أصلع شعر غامق ضده ماذا شعر فاتح أو أصلع ما هو الضد المناسب ها ما هو الضد المناسب للشعر الغامق هل نقول شعر غامق شعر فاتح أو شعر غامق بدون شعر ما هو الضد الصحيح غامق فاتح أحسنتم إذن غامق فاتح نضع صح هنا إشارة صح تحت الصورة الولد الذي له شعر لونه فاتح لونه ماذا فاتح إذن غامق ما هو ضده ضده فاتح غامق ضده فاتح طيب نائم ما ضده حزين أو مستيقظ النائم ما ضده حزين أو مستيقظ أحسنتم مستيقظ إذن نضع صورة على هذا الولد المستيقظ إذن نائم ضده ماذا مستيقظ شخص نائم وشخص مستيقظ شعره غامق وشعره فاتح إذن غامق فاتح نائم مستيقظ هذه الكلمات التي تدل على الضد الصحيح طيب الآن نريد أيضا أن نتعرف على الكلمة وضدها من خلال هذا الجدول أمامكم قريب فوق ثقيل خفيف تحت بعيد عندما أقول قريب ماذا يكون ضده المسجد قريب من المنزل والمدرسة ماذا أحسنتم بعيد إذن قريب ضده ماذا بعيد إذن صلوا الكلمة الأولى في العمود ألف في الكلمة الأخيرة في العمود با قريب ضده بعيد قريب ضده ماذا ضده بعيد قريب ضده بعيد قريب ضده بعيد طيب الكلمة الثانية ما هي قريب هذه نصلها بهذه الكلمة قريب بعيد الكلمة الثانية فوق فوق القلم فوق الطاولة طيب فوق تحت أحسنتم تحت إذن فوق تحت فوق تحت فوق تحت إذن قريب ضده ماذا بعيد قريب ضده بعيد طيب فوق ما ضده تحت فوق ضده تحت طيب ثقيل هذا الكيس ثقيل وهذا القلم خفيف أحسنتم إذن ثقيل ضده ماذا خفيف ثقيل ضده خفيف إذن من هذا التدريب تعرفنا على أن الأضداد هي الكلمات التي تدل على ماذا على الكلمة وضدها على ماذا على الكلمة وضدها إذن الكلمة وضدها هنا قريب ضده ماذا بعيد قريب ضده بعيد قريب ضده بعيد فوق ضده ماذا تحت فوق ضده ماذا تحت ثقيل ضده ماذا خفيف ثقيل ضده ماذا خفيف أريد منكم العان في المنزل أن تحاولوا أن تكتشفوا أشياء مع ضدها مثال الماء بارد والقهوة ساخنة إذن بارد وساخن بارد ضده ماذا ساخن إذن كان درسنا اليوم عن ماذا أبنائي عن الأضداد وتعرفنا على أن الدرس على أن الأضداد هي الكلمات التي تدل على معنيين متضادين الكلمات التي لها معنيين متضادين مثل قريب بعيد فوق تحت ثقيل خفيف طويل قصير قليل كثير كبير صغير هذه كلها ماذا كلها كلمات دالة على معنيين متضادين أريد منكم في المنزل أو في المدرسة مع أقرانكم أن تكتشفوا كلمة وضدها كلمة وضدها مثل فاتح ما ضده غامق فاتح ما ضده غامق ثقيل ما ضده خفيف فوق ما ضده تحت سريع ما ضده بطيء وهكذا من الكلمات حاول أن توجدوا كلمة وتوجدوا الضد الصحيح المناسب لها أتمنى أبنائي وبناتي أن نكون استفدنا جميعا من الدرس وأن نكون تعلمنا المهارات المطلوبة منا شكرا لحسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته